اشتركوا في القناة امتدت عقودا طويلة رحم الله الشيخ الحسين واسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون لله ما اعطى ولله ما اخذ بعد حياة حافلة من العطاء في خدمة الامتين العربية والاسلامية رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 82 عاما فضيلة الشيخ صالح الحسين وان كان ذكر اسم الشيخ الحسين وحده دون تعريف يكفي الا ان له سيرة وتاريخ يفرض نفسه في ساحة الاجلة الشيخ الحسين هو صالح بن عبد الرحمن الحسين الناصري التميمي من مواليد بلد الشقراء في عام 1351 هجرية 1932 ميلادية واتم دراسته في كلية الشريعة بمكة المكرمة عام 1374 هجرية ونال درجة الماجسير من مصر في الدراسات القانونية عام 1380 هجرية وضع قانونه كي يكون الخطاب سليما وصحيحا ومنتجا هذه القاعدة وجوب اجتمال الحوار على عنصرين العنصر الاول يمكن نسميه العقلانية العنصر الثاني الموضوعية شاغل شيخنا الجليل منصب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سابقا عضو هيئة كبار العلماء عضو المجلس الرئاسي لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني رئيس الهيئة الشرعية لقناة المجد الفضائية وعمل الشيخ الحسين مستشارا في وزارة المالية والاقتصاد الوطني وعين رئيسا لهيئة التأديب ووزير الدولة وعضوا في مجلس الوزراء في عام 1391 هجرية كلف بعدها برئاسة شعبة الخبراء في المجلس ثم توقف عن العمل الحكومي فترة تقارب العقدين ثم عاد لمزاولة العمل الحكومي بعد تكليفه في عام 1422 هجرية برئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ثم عين رئيسا للجنة العليا لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في عام 1424 هجرية وكان من المساهمين بخبراته القانونية في تأسيس صندوق التنمية العقارية وللراحل الشيخ الصالح الحسين دور في التعليم العالي من خلال عضويته في المجلس الاعلى لخمس جامعات سعودية كما عرف عنه اهتمامه بالعمل الخيري والانساني على المستوى المحلي والدولي ولديه مشاركة فاعلة فيه خاصة من خلال عضويته في مؤسسة الوقف الاسلامي وتقديرا لجهوده المتميزة في خدمة الاسلام والمسلمين نال الشيخ الحسين جائزة الملك فيصل العالمية في دوراتها التاسعة والعشرين تكريما لدوره البارز في الدعوة الاسلامية واعمال البر وبحوثه الرصينة في مجال الاقتصاد الاسلامي رحم الله الشيخ هذا وقد نعى الديوان الملكي السعودي فضيلة شيخ صالح ابن عبد الرحمن الحسين واعلن انه سيصلى عليه ان شاء الله بعد صلاة عصر يوم الاحد في جامع الراجحي بمدينة الرياضة تغمد الله تعالى الشيخ الجليل بواسع رحمته ومغفرته واسكنه فسيح جناته وان لله وان اليه راجعون من جانبها تنعى شبكة قنوات المجد ممثلة في مجلس ادارتها برئاسة الدكتور حمد بن محمد الغماس تنعى العالم الجليل الشيخ صالح الحسين داعين الله عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه وتلاميذه ومخبيه الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون وللتعليق على ذلك ينضم الينا الدكتور حمد الغماس رئيس مجلس ادارة قنوات المجد اهلا بكم دكتور معنا اهلا وسهلا الله اصعد مساءكم بالخير والحمد لله على قضائه وانا لله وانا اليه راجعون نعم ننعى هذا الامام العالم القاضل شيخنا الشيخ عبدالطالح بن عبدالرحمن بحطين رفع الله درجاته وانزله منازل الصديقين انه جواد كريم ولله ما اخذ وله ما اعطاه كل شيء عنده بأجل مسمى نعزي انفسنا وابن الشيخ الدكتور عبدالله وبناته واخوانه واترته وقبل ذلك ايضا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بل والعالم الاسلامي اجمع ولا شك ان موته خسارة ومصاب جلل نسأل الله ان يخلف على الامة لما هو خير ان شاء الله نعم اخي نعم دكتور يعني قناة المجد تلقت هذا النبأ ببالغ الاسه هنا يعني نريد ان نعرف من جنابكم اسهامات الشيخ الجليل مقبور له في مجالاته التي برع وبرز فيها شيخ رحمه الله وغفر له مدرسة نادرة وهو في مجالات شتى متميز رحمه الله فهو في العلم الشرعي وفي الزهده في الدنيا وفي رغبته في الإحسان للناس ومع ردقته مع التعامل مع الآخرين وبرساطته وتواضعه مدرسة متكاملة لكن لعلي أشير إلى ما له فضل علينا فيه في الجانب الإعلامي أما في بقية الأمور فهو إن شاء الله ستعقد المجد غدا عدة لقاعات خاصة عن كافة جوالب حياته إن شاء الله من أصحاب الفضيل المشائف ومن تلاميذه لكن فيما يخص الجانب الإعلامي فكان رحمه الله وهذا ما قصدناه شيخ نعم كان رحمه الله وغفر له يعني خير معين ومشجع على العمل الإعلامي أذكر حينما قبل أن تبدأ شبكة قنوات المجد قبل 12 سنة تقريبا ذرت وتحدثنا معه مع بعض الزملاء عن المشروع فشجع وأثنى وحثنا على الصبر والمصابرة وكان رحمه الله وغفر له يرأس الهيئة الشرعية في المجد ولا أذكر أننا طلبنا منه شحاجة فتأخر أو تردد في تلبيتها بل كان رحمه الله خير موجه ومعين وأذكر أنه في آخر استشارة شرعية له كان رحمه الله قال في نفسي منها شيء ولا أحبه لكم فهو قد لا يرى في الأمر حرجا شرعيا لكن دوما يأخذ بالعزائم ولا يرتضي في القناة إلا يعني ما يجزم بشرعيته فكان رحمه الله رحمة واسعة سواء في شبكة قناة المجز بل حتى في قناة الهدى أذكر أني شاورت وقبل إنشائها على المشروع فشجع وحس وقال هذا أذكر بهذه الكلمة هذه ضرورة يا أخ حمد هذه ضرورة شرعية فكان رحمه الله فقلت رعاك الله يا شيخ نريد إذن نجمع بعض المختصين بهذا الشأن المهتمين بهذا قال توكل الله وأنا سأكون مع الحاضرين فصارت ولله الحمد يعني برعاية هذه القناة أيضا قناة الهدى باللغة بيهنية فبدأناها من مكة باجتماعا شاملا ورأى الشيخ هذه الاحتفالية الأولى للتأسيس فصارت عادة سنوية في كل رمضان نجتمع ويحضر هو ربما أحيانا لديه مواعيد أخرى فيترك هذه المواعيد رغبة وإحسانا إلى هذه المشاريع الخيرية رغبة في المشاركة بل إنه يدفع من ماله الخاص وأذكر في مرضه الذي توفي فيه رحمه الله ذكر لي الدكتور يحيى وهو أيضا قريبا منه لعله إن شاء الله يكون من ضيوف حلقات غدا كان رحمه يقول أنه يتصل بي فقال كرا ويسأل عن مشروع أن الشيخ يسأل عن مشروع ترجمة معاني القرآن وبثها فضائيا فهي أيضا مشروع أيضا آخر كان رحمه الله حينما أخبر عنه حرص عليه ودفع من ماله دعما ومساندة لهذا المشروع ورشح له ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة المنزية وكان مطلعا على هذا وأشار بأمور نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد فقيد الأمة بواسع رحمته وعظيم إن شاء الله جزائي والمضنون بمثله بإن شاء الله أن ينال من ربه خيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويعذي درجته وأن يخلف علينا خيرا بإذن الله ولا أحب لطال رعاك الله وحفظ آمين الدكتور أحمد حمد الغماس رئيس مجلس إدارة قنوات المجد شكرا جزيلا على انضمامكم إلينا وللشان نفسه ينضم إلينا الداعي الإسلامي الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة زاد ومجموعة مواقع الإسلام أهلا بكم فضيلة الشيخ معنا حياكم الله مرحبا بكم جميعا حياك الله شيخ بأي كلمات تنعون المغفور له رحم الله الشيخ صالح وغفر له ورفع درجته وأسكنه جنته ووقاه عذابه وأخلف له في عقبه بخير هذا الرجل رحمة الله عليه صاحب علم صاحب دين صاحب إيمان وصاحب تواضع وصاحب هم وعزيمة يتحدث في القوانين الإدارية وفي الدستور الإسلامي والنظام الإسلامي للحكم وفي الوقف الخيري والعمل المؤسسي وحصار العمل الخيري ويتحدث في الرقل الثقافي والتحذير بالمسخ الهوية الإسلامية وله أفكار ومشاريع في مصلحة عامة المسلمين مثل صندوق التنوية العطاري يحول راتبه لمعهد الحرم المكي مدام أغناه الله من مصدر آخر وبما أنه ذاهب فمصروفه محدود الرجل يركب النقل الجماعي من المدينة إلى مكة ويركب سيارة الأجرة لحضور المناسبات ويجالس عمال النظافة والصيانة وأمر بإلغاء حجز فند خمس نجوم رضي بغرفة في الصفح متعفس في المال العام زرته مرة في مكتبه فاحتاج منديلا ورقيا فأخذه فجقه نصفين نصف استعمله وأعاد نصف الثاني إلى العربة سليم الصدر عزيز اللسان متواضعا عاقلا وعاقلا معناها يفيد الآخرين لخبرتهم قالني مرة إذا أوصد باب بالقوة فلا تحاول فتحه وإن مفتح بابا آخر فكره تربوي خبير قانوني إداري واقتصادي رجل في 1374 كان عنده مجفتيق القانون من القاهرة ثم يذهب إلى باريس ويدقن اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والحقيقة أنه مفقر لعلماء والمشايخ في أوساط كثيرا من الخبراء الذين يزعمون الخبرة وربما يكون الشيخ أخبر منهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجته نسأل الله عز وجل أن يغفر له مغفرة من عنده وأن يذكره فسيح جناته ويدخله في عباده الأبرار مع المدقين الأخيار إنه سميع مجيد أمين الداعي الإسلامي الشيخ محمد صالح المنجد المشرف على مجموعة الزاد ومجموعة مواقع الإسلام شكرا جزيلا على المشاركة ينضم إلينا كذلك من المملكة